كارثة وشيكة تدق أبواب الشمال السوري المثقل أصلاً بكوارث لا حصر لها مع نفادي مجموعات الاختبار الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا من المخابر والمشافي والمراكز الصحية وإطلاق نداءات عاجلة لتدارك الموقف وإيجاد حل سريع يمنع وقوعها فالواقع الصحي يواجه الآن أسوأ الاحتمالات إذ يشكل وجود حاملي الفيروس ضمن بيئة مكتظة خطراً على المجتمع برمته خصوصاً في وقت يتعذر فيه على المشافي ومراكز العزل استقبال مزيد من المرضى ما لم يتعافى بعض النزلاء أو يقضي الفيروس على حياتهم ليحل محلهم مصابون جدد مع بقاء آلاف منهم على لوائح الانتظار فإما أن تتغلب أجسادهم على الفيروس أو يتمكن الأخير منهم ويزيد من معاناتهم كفرق الدفاع المدني السوري المختصة بنقل حالات الكورونا نقوم يومياً بنقل العشرات من حالات الكورونا من منازل مدنيين إلى المشافي المختصة ونقوم أيضاً حسب الإجراءات الوقاية القائمة فيها بالدفاع المدني بنقل الوفيات من المشافي إلى المقابر ونقوم بتعقيم وتطهير الآليات والمناطق المبوعة وإذ تسجل الأرقام الصادرة عن مركز ترصد فيروس كورونا في وحدة تنسيق الدعم أكثر من 72 ألف إصابة ويؤكد الدفاع المدني السوري نقل 13 وفاة جديدة من مراكز العزل المنتشرة في الشمال السوري تثير الظروف التي يعيشها أهالي المنطقة والنازحون على حد سواء قلق الأمم المتحدة جاء ذلك على لسان المتحدث باسم نائب الأمين العام للمنظمة فرحان حق الذي أشار إلى أن حصر السكان في بقعة جغرافية صغيرة وتوزيع نحو مليون ونصف المليون منهم على مخيمات مكتظة تفتقد أبسط مقومات الحياة الكريمة يجعل من أوضاعهم أكثر صعوبة بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة أطباء بلا حدود من انهيار المنظومة الصحية في الشمال السوري وأوضحت فيها أن الانتشار المتسارع لفيروس كورونا صار يحصد بشكل يومي أرواح العشرات ويهدد حياة مئات آخرين واقع يتطلب تحركا عاجلا يتعدى إغلاقا جزئيا لسوق هنا ومدرسة هناك وحملات تطعيم ضد الفيروس لا تتعدى نسبة المستفيدين منها 3% من إجمالي السكان تحرك ينبغي أن تقوده منظمات دولية فاعلة لدعم القطاع الصحي في الشمال السوري بشكل فوري وتلبية النداءات المتكررة للمنظمات المحلية لتفادي كارثة صحية كبرى قد تتخطى نتائجها حدود المعقول